اشتركوا في القناة السلام عليكم وبركة الله وبركاته أكيد كنتم متوقعين أنني ما أدخل على كرسي متحرك لا لأني دائما أحب أن أمشي على يدي الله أعم علي بنعم كثيرة منها قوة يدي أحب أن أحسن بنعم الله علي وأحب أن أعيش واقعي الذي أرىه جميل اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي اسمي غانب حمد النفتاح عمري 16 سنة في صف ثاني ثانوي ولدت في عام 2002 وكانت ولادة صعبة صعبة وايد أكيد بمعلي على أمي كانت صعبة لأنها ولادة مبكرة في الشهر السادس واثناء فترة الحمل وبسبب المضاعفات الخطرة اللي تعرضت لها أمي نصحها أحدا للطباء بجهاض الجنين المشوه رحمة فيه وفيها وقررت أمي عليه ربي أرحم مني ومنك فيه وقررت بدون أي تردد المحافظة عليه ولولا إرادة الله ثم لما اتخذت أمي القرار وكانت موجود بينكم هالحين أكيد تتساؤلون وين دور أبوكي غانب أبوي هم صرقوها اليومي بعد الله ورد عليها بكل ثقة بعد ما بلغت بأنها حامل بابنها المشلول أنا رجله ليمين وأنتي رجله ليسار وابتدت الرحلة مع يعاقة نادرة تسبب متلازمة التراجع الذيني فاقد لثلاثة أرباع عطام جسري لكني أملك نعمة عظيمة نعمة الإدراك عندي مشاكل صحية كثيرة في كل أجهزة الداخلية مشاكل في النوم في التنفس في الأكل في الحركة وكل ما كبر تكبر هالمشاكل وتزيد لكن بعد يكبر فيني الأمل ويزيد عمليات جراحية خطيرة كثيرة سويتها وما زلت بحاجة المزيد ومع كل هذا أعتبر نفسي محظوظ محظوظ لأنني ما كتب كان أمي في اتخاذ قارات بصيرية متعلقة بحاتي الصحية والحمد لله كانت قاراتها ناجحة كان عمري يومين في هذه الصورة وممتسب تقول أمي الجميع استقبل قدومك للدنيا بتمني الموت لك لأنهم يرون الموت أرحم من هذه العاقة ولكنك استقبلت الدنيا بمتساوة ويدتي كارت من بين الناس الذين تمنوني الموت رفقا بي بمي واليوم يدتي دائما أتعرف نفسها بجدة غانب حبا فخرا خذتني من البيت وما كانت تعرف شلوتت عضل معي لخطورة حاتي الصحية وصغر حجبي كانت تشيل لعلو خده لما ترضي خوفر على الحشاء الداخلية لأنه ما كانت حوالي أعظام تحبيها كانت تجربة صعبة وقاسية وفي نفس الوقت تحدي كبير لها فتثقفت تدربت سافرت بحثت اخترعت تعلمت لتدليل الصعوبات التي تعرض لها وأول هذه الصعوبات صغر حجبي وحركتي واعتمادي على الآخرين في أمور البسيطة في البيت فتم تغيير كل المرافق فيه لتناسب احتياجاتي فاعتمد على نفسي في بعض أموري وهالشي أزل تقتي في قدراتي الحية السمكة الضفنع هذه بسبوع كانت حية هذه ألقاب يرادوني فيها الأطفال لم كنت أحمل لعبها نظرة الاستغراب والفضول والشفقة والسخرية في كل مكان رحلة أكيد كانت تجربة حبي لكن لم يكن تغضب أمامهم وتعلمت من هذا الشيء كان أمامها خيارين يا أنها تعزلي عن الناس لكي تحميلي والأسف الشديد في بعض الأهالي الضدون عزل أبنائهم ذوي لحاقة حماية لهم والخيار الثاني تقديمي للمجتمع طبعاً اختارت الثاني علشان أنا أتقبل المجتمع وتقبل لي قامت بعدة أمور استخدمت موهمتها في الرسم والتصميم والتأليف لطباعة مئات الآلاف بالمنشورات والمنصقات والكتيبات وكلها بجهة شخصي ووزعتها بتجانع على الهيئات والمؤسسات والمدارس وأثرها كان إيجابي في نشر الوعي والتثقيف لمحاربة الخجل الاجتماعي إنك إذ تخجل من عاقتك أو هلك يخجلون منها أنا بصراحة أشوفها أكبر يا عاقة من التجارب الجميلة التي تعلمت فيها معنى العطاء والتواصل وقيمة الكلمة الطيبة وأثرها على الأشخاص ضولي عاقة والمرضى كنت أزورهم شهريا وعبي وقدم له الهدايا البسيطة أذكر في يوم الأيام أم أحد المرضى تقول أول مرة تشوف معاق يعطي دائما متعودين عليهم يخضونهم وأسرهم وكان رد دمي عليها رد عملي إن الأشخاص ضولي عاقة وأسرهم قادرين على العطاء ولهم دور فاعل كبير في المجتمع وذلك بإشياء جمعية غانب للكراسي المتحركة في البيت ليس لها أي صفة رسمية وتوزيع مئات الكراسي المتحركة والأجهزة الطبية على المحتاجين لها والحمد لله لا زالت مستمرة المدرسة بداية دخولي فيها وجهتني صعوبات كثيرة إدارة المدرسة متخوفة أن قبولي يكون عب عليهم فجهزت أمي البدرسة لي مثل ما جهزت البيت بعض الأمبهات رفضي الدخولي لأن أعيالهم يخافون بشكل لدرجة أن واحدة من الأمبهات نقلت ولدها بدرسة ثانية الطلبة يطالعوني باستغراب ما يبقوا يلعبون معي يعلقون علي يتدبرون علي حسيتني كان غريب أرجع للبيت أصيح أشتكي لأمي أقول روحي هاو شيهم طقيهم ومبرحتوا وشتهم أمي علمتني أن تغيير كل الناس على شاني أمر مستحيل والحل أني أتغير بالداخل وأتقبل نفسي وكانت دائما تقول أنت مختلف وجوالك يا حبيب باختلافك قالت لي يا غانب وممكن الطلبة يبقوا يلعبون لعاك بس خيفيني عورونك أنت تقرب لهم بين لهم قدراتك علمتني لما أحد يشوفني بتصغراب أبتسم وأبدأ بالسلام أمي مرحة وشتهم أو طقتهم علشان تحميني أمي علمتني أدافع عن نفسي وأبدأ بالكلمة الطيبة وعرفت لماذا كانت دائما تزور مدرسة تدرون لماذا كانت تجتمع مع الطلبة وولياء أمورهم وتقوم بأنشطة كثيرة لتعرفوا بمفهوم الدمج وأن التعليم حق لكل إنسان مهما كان مختلف في هذه الرحلة التي ذكرتها لكم في كل صعوباتها ومعوقاتها وبذكرياتها الجميلة جهدي كبير بدل أسرتي فيها في إعدادي وتأهيلي وتدريبي وتعليبي تعلمت الصبر الشجاعة الثقة التفائل الإيجابية احتراب اختلاف الغير وتقبلها تعلمت إنه في بداء للأشياء اللي ما قدر أسويها تعلمت التعايش مع عاقتي برضى وحب وسلام وطور قدراتي وأدبي بهراتي تعلمت إني أقدر أكون أكبر بالتوعقات الآخرين وتجاوز كل الإحباطات لأنه القادم أجمل تعلمت معتبت على الآخرين في تحقيق طموحاتي وأحلامي ممكن أقبل بالمساعدة والتوجيه لكن تحقيقها مسؤوليتي كل هذه الدروس تعلمت من أم عظيمة وأب عظيم قدموها لي بشكل عملي وتطبيقي وليس بالنحص والإرشاد فقط يا أقتي ما منعتني من مرسة كل أنواع الرياضات اللي أحبها منها السباحة التزحلق على الجليد كرة السلة السكيت بوردك الدراجات ركوب الخيل سلق جبل الشمس 3000 متر حصلت على ليسر باديل الغطس وطس 20 متر وكلها حتاجت مني وقت وجهد للتأهيل والتدريب ومدربين خاصين وجهزة خاصة صنعوها لي وأقول لكم حاولت وفشلت وبعد حاولت وفشلت وبعد حاولت وفشلت لحد ما تمكت وصرت محترفة في معظمها إنجازات إنجازات كثيرة حققتها بفضل من الله ثم جهدي ودعم أسرتي ووطني أدير شركة خاصة بالأيس كريم أدير شركة خاصة بالأيس كريم فيها 60 موظف أصبحت والحب لله محاضر في الجامعات والمؤتمرات والمدارس وأصغر متحدث في الأمم المتحدة ليعمل إنسانية كثيرة شخصية وعوبة مع جهات رسمية في الدولة داخل وخارج قطر حصلت على جوائز والقاب عديدة كربت بالحكاب وقادات دول كثيرة أنا سفير لدواية الحسنة وسفير فخري للكثير بالجهات الرسمية في الدولة أصبحت والحب لله ملهم ومؤثر لبلايين البشر على برامج التواصل الاجتماعي وما ذكرت كل هذه الأشياء علشان أستعرض أو أطباها فيها ولكن لي أقول لكم بالإرادة والعزيبة الحقيق المستحيل وبالعلم والعمل نرتقي ونتطور نعم نعم نجحت في ثبات نفسي وتحقيق الكثير لكن هل اكتفيت؟ هل هذه دوري في الحياة؟ غانم الذي تحدى عاقته وتحقيق وأثبت نفسه وتحقيق طموحاته وأحلامه الخاصة فقط؟ لا أحسني تعديت هذه المرحلة إلى مرحلة أكبر وأعمق وأجمل أن يكون لي دور في حياة الآخرين وصاهفي بناء والجميع وطني وأدعو الله أني أكون محفز لكل بائز ملهم لكل مغابر مساعد لأي محتاج محب لكل إنسان وأني أكون قادرة على شر الأمل والتفائل والإيجابية والمحبة والسلام وعلى الصعيد الشخصي إن شاء الله سأكون سفير للبلاد قطر شكرا لكم أمد كبالله شكرا لكم شكرا لكم